اشتركوا في القناة 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 فعلت لي تغير ورا هي افريقية ليست وقالوا قالوا لافريق مشي كما في الاوروب لافريق مشي قالوا نتحدى اي منتخابات كما قولوا تعال الاوروبية ولا العالمية جي تلعب في لافريق في المدة الزمانية عقنا شو الصافر مع لي بايش حل عشانين ساعة وفتخلال 48 و 40 ساعة تلعب مات يعني المات اللي لعبنا مع الزيمبابوي قالوا منتحدى اي فريق يروح يلعب في الظروف اللي لعبنا فيها احنايا يعني وتحوسون تمنيني لزعمها وشغل غالدة انا وكده اا ولا اي الشيء اللي غيرنا اا قالوا انه الشيء اللي غيرناها هو التفكير لعبين تفكير لعبين اللي غيرناه التفكير لعبين بالماضي حبي يقصد هنا يا انا كي يجيت المهارات عندنا وانما انا غيرت التفكير تعال لعبين ما نجوش باش نستعرض دول مهارات تعناه جو باش نربحه هادك هو المهم مشي كما بكري لي بتي بوزها وكده منهم بعد جي خارج من الادوار الاولى حتى وما ديش المهارات حنا نسحقوه كيفاش كما قولوه لا تاك ديرك للقدام 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 والتسجيل الاهداف والربحه هادا الفوز هو اللي يهم اا والان نحن نعملو لكي نستطيع التأقلم على كل الظروف ساخنة يعني هو يقول لك الأرى نعملوه على التأقلم على كل الظروف يعني سواء نلعبو عطنة سواء نلعبو بميدان مشيمي سواء السخانة سواء كما قولو الميديتي هادو ما لازم نتعودوا عليهم باش نكونوا وجدين اي ما شو ندخلوه ندخلوه وجدين وهذه حاجة مليحة يعني الله يبارك المدرب ما شاء الله حتى فالهضرها حتى يعني يعرف كيفا يعرف يخمم يا أخوتيه والله غير ربي الله يبارك الله يبارك الله يبارك بالماضي قالوا انا ايو بعد سقساة تاني قالوا كيفاش انت يجيبوز على المدربين يجيبوز عمام الأوروبيين كانوا يقزل لزمان كما حالي لوزيج ولا كانوا يجيبوه أوروبيين قالوا انما السينيغال جابوا واحد كما قولوا من البلاد هم سينيغالي والجزائر هادو الخطرة جابت يعني جزائري بالماضي قالوا يعني كيفاش فسر هادو الأمر بالماضي قالوا انا عندي تاقافتين قالوا انا عندي تاقافة فرنسية لانني كما قولوا زدت في فرنسا وترعرات في فرنسا وتكونت في فرنسا فعندي التاقافة الفرنسية قالوا في المتاخب الجزائري قالوا اخترت للجزائر وكما قولوا لعبت للجزائر وكنت قائد للمتاخب الجزائري قالوا نعرف العقلية على هذيك اللي الرسالة التاعية كنت عامة سواء مع المحترفين أو سواء مع المحليين الفكرة التاعية توصل يعني سهل التعامل مع اللاعبين لانا عندي تاقافتين لا يفهمون ايش ديرك ولا بار اكزامب كيمارا الرياض محرز ولا الاخرين اللي يفهموا بار اكزامب واسموه وانه موكين هدر مع ابو العمري يعني عندي نقدر نتحاور مع قائل اللاعبين هذا هو القصة تاعوه والفكرة تاعي توصل الصحفي هنا هذا هو الاشكال السقسة لها يوسف عطل قال له يوسف عطل الاصابة تتاعوه هي كثيرة بزاف يعني حتى الامر يقول لك انها مش عادي يعني مش عادي يعني بزاف او يجي من اصابة تحت اصابة يجي من اصابة تحت اصابة مؤخرا يعني حتى قاسو اربي شفى فيروس كورونا يعني الناس رحي تقول بالليه كما يقولوا يوسف عطل ويتصاب فوق اللازم شوفوا جمل برمادي ويش جاوبوا قال له شوفوا يعني هاد الامور كما يقولوا متعود اني ما نقولهاش كما يقولوا في الاعلام الاعلام يعني يقصد على صحفي هذا باش ما نقولش في الاعلام متعود بالليه اخيم حيب نصائح ولا كما يقوله في فتة ربوسات اللي نهضر قلوا وانا ما بدا يحكيلو هنا يش هنا يدخل الشوك كبير قلوا يوسف عطال ولا جبدلو تانيك بوداوي بششوفو باللي يقصد امره واحد اخرى جبدلو بوداوي قلوا هادوما كما قولوا راهم طبيين في تاقافة واحد اخرى وراحوا للأوروبا اوروبا هذه تاقافة واحد اخرى وراحوا صغار في السن قيمة بوداوي في عمره تسعة عشر سنة يوسف عطال حتى وش شوية كبير عليه قل لك قل لك فهنايا الاندية تاحهم اللي لازم كما قلوا تكون هي يعني حبي يقول باللي انا ما نقدرش نعسهم في اوروبا ولا نوجههم في اوروبا نقدر ننصحهم بسحة مرامش تحت عيني دايما ولكن نرام عند الاندية الاندية هذه لازم تستغل الفرصة ولازم تكون وقفة معاهم هنايا دخل نقول لكم انا مقصود التاحة قلوا حتى كيتشوف الصالير مش كيف كيف دراها مش كيف كيف البيئة مش كيف كيف التاقافة مش كيف كيف فاللعبين هنا يقدروا يضيعوا يقدروا يروحوا الهاوية قلوا هنايا لازم النادي تاحهم لازم يكون واقف بش كما قلوا يكونوا دي بروفيسيونال لأنهم ما زرهم بعد على البروفيسيوناليتي يعني ما زرهم صغار الجو الأوروبا ولا هذيك اللي لعب من داك مليح يروح كما قولوا البلجيكا بلجيكا يروح درجة درجة ومبعدوش هوش يقصد قال لك بللي لازم كما لاعبين كما هذو ما صغار على الأقل اللي يكون النادي واقف النادي والمدرب يكونوا كأولياء التحوم ولازم يكون والي من من كما قولوا والي من الوالد واحد من العائلات التاحهم اللي يكون واقف معاهم تما عايش معاهم تما ما يروحوش وحدهم وهنا يتفهموا باللي كان أمور درجة بدارنا نحكيها لكم وزاد وشقال قال ما نيش حاب ندير لهم كونترول لازم يحسوا بالتوعية هنا القصد التاحة يا خوتي بالماضي كي كان يهدر كان يهدر القصد التاعب اللي يوسف عالطال وهي شام بوداوي راحوا للأوروب راحهم صغار دراهم بالزاف عالين على الجزائر تاقافوا واحد اخرى صهرات مهرات وبلا ما نقول لكم يعني مكلامو كان ووش قال قال نورمال مو ما نقول هاش قال ولكن نقولها يعني نورمال مو ما نقول هاش نورمال مو كي يجو لطربص قال بالصح لازم نقولها ممكن باش نوعيهم تما ركوا بعد علي وراكوا ما جيتوش في طربص هذا ما جيتوش في طربص اللي فات اما لدوكم نطلق هالكم دقة باش توجدوا رحم باش تجو يقصد بها جامال بلماضي بللي راهم يديروا صوالح وماشي ملاح راهم بصغار في السن دراهم كاين دراهم لا باس راهم عايشين في فرنسا تاقافوا واحد اخرى صهرات حفالات را ما عايشين هما في دار واحدة كيفكي فيلا واحدة ولا افارتو مو كبيرة جاب لي ربي فيلا واحدة وكده تمح بيقصد بلي صهرات وكده ومهرات وكده هادي هي تسمى هنا بلماضي ضربهم دي لك وقال لك مشي متعودة نقولها في الصحافة زاد قالها مشي متعودة نقولها يعني الاعلام ولكن ممكن لو كان نقولها هادي راح تكون مفيدة لهم وقال لهم لازم انا ما نقدرش نعسكم ومانيش حيب ندير كونطرول عليكم لازم نتومة اللي كما نقولوا تحسوا بالتوعية التعكم ولازم واحد من الاهل التاعهم يكون معهم وش المقصود تع واحد من الاهل التاعهم اللي ما يخليهم ش يديروا هادوك الصوالح التعقافة مختلفة هادي هي حنا نتمنوا انهم لازم يكونوا واعيين بش مايروحوش عبالكم بلي انت تكون صغير عايش في تزاير كده منا حتى وتكون تخلص شوية مشي كما في فرنسا ولا في اوروبا ولا تطلع الصغير ديرك لأوروبا تدرهم كينين واحدك مكانش بابك قدامك مكانش واحد مكان قدامك فتروح صهرات فهمتوا كيفاش على هاديك اللي رأوا بالماضي رأوا قصف قصف يعني صراحة قصف مشي كما قولوا باش يضر قصف باش كما قولوا باش يوعيه مادا ما كان بلي على بالي ولا هم يوصلوني خباراتكم مادا والمقصود تعوه انتمنوا لهم غير الخير انتمنوا لهم يروحوا الطريق الصحيح ويجبدوا وروحوا معلك صوالح هادوك لانحنا كشعب رانا نحتاجوكم كينتا هيشان بوداوي كينتا يوسف عبطال نحتاجوكم في المنتخب الوطني خوتي ما نطوش عليكم ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام